السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدون بلقائكم جميعا بداية أشكركم جزيلا شكر على الدعم والتشجيع في الفيديوهات الأخيرة دائما أرى تعليقاتكم دائما أرى لايكاتكم بفضل دعمكم أنا مستمر معكم في نشر المزيد والمزيد من المحتوى الهادف إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن أفضل منصة بين القوسين خاصة بالPlanet on Demand طبعا لماذا قلت بين القوسين لأنه لا توجد أفضل منصة كل منصة ولديها مميزات ولديها عيوب إذن كما الآن تظهر على الشاشة أمامكم برانتيفول هذه المنصة التي حاليا هي تريند إذا ذهبنا إلى الموقع الرسمي سنجد صعود بنسبة تقريبا 50% يعني تخيل معي في شهر نوفمبر كانت الزيارات 3.77 مباشرة في شهر ديسمبر أصبحت الزيارات 6.34 ملايين يعني تقريبا 50% من الزيادة طبعا نتكلم الآن عن عدد الزيارات الشهرية لهذه المنصة هذه المنصة كتعريف بسيط جدا طبعا أنا قمت بتجربة عندي في حساب قمت بإشتغال فيها لمدة وعرفته خباياه وأسرارها إذن أولا هذه المنصة ليس فيها كوبيرايت وليس فيها ترينزمارك سوف تقول لي كيف سوف أقول لك يعني هم بكل بساطة ينتهكون حقوق الملكية يعني ليس شرط أن تقوم باحترام الملكيات وأيضا حقوق الطبع والنشر إذن بمعنى آخر هذه المنصة بين قوسين ليست قانونية هذه المنصة كل ما تقوم به أنه هو التسويق يعني تقوم بأخذ التصميم الخاص بك تقوم بعرضه على المنصة طبعا أنت تأتي بالترافيك تأتي بالترافيك من خارج المنصة طبعا الترافيك عندما يتمم عملية الشراء على حسب من أين قام بطلب الشراء فأن ذاك المنصة تقوم بربطه يعني ذلك الزبون تقوم بربطه مع شركة ما خاصة باتباعة عند الطلب وتلك الشركة تقوم بإنجاز له ذلك الديزاين يعني هذه المنصة تقوم بإرسال الديزاين الخاص بك إلى الشركة التي سوف تقوم باتباعة وهكذا تعمل هذه الشركة يعني من بين مميزاتها طبعا أنها في العالم كاملا يعني تقريبا أكثر من 36 دولة يعني أقوى الدول والأكثر يعني أكثر الدول التي لديهم قدرة شراء عالية هذا كل ما في الأمر يعني أنا قمت بتجربتها الإشكالية فيها صراحة هي الركاكة يعني جهود التصميم فيها ضعيفة جدا فيكفي الدهاب هنا مثلا إذا قمنا بالدهاب إلى منصة تراس بيروتس سوف نجد أن هناك أكثر من 18% قاموا بتقييم المنصة بنجمة واحدة طبعا سوف تقول لي أنه يوجد 64 تركوا خمسة نجمات سوف أقول لك أن ليس دائما يعني تراس بيروت يعني يوطي أرقام حقيقية فيمكن شراء هذه يعني التقييمات الأمر عادي وبسيط لكن إذا قمنا بقراءة يعني التعاليق السلبي سوف نجد فعلا أنه صراحة الكواليتي الخاصة بالمنتجات ضعيفة جدا وهذا الذي سوف يسبب لكم مشاكل في البزنس أيضا الشيء الذي لم يوجبني في المنصة صراحة هو الغموض يعني هناك غموض كبير جدا لو بحثت أنا طبعا عندي حساب هنا في المنصة قمت برفع تصاميم يعني لو قمت بالبحث عن تفاصيل مثلا ما هو الحد الأدنى للدفع لن تجد ولا معلومة طبعا يدهمون البايبال فقط يعني يدفعون لك فقط عن طريق البايبال لا يوجد حد أدنى لا أقول لا يوجد بل هو يوجد حد أدنى ولكن كم هو الله أعلم يعني ليس هناك تفاصيل ليس هناك تفاصيل بخصوص الشحن كذلك أيضا ليس هناك تفاصيل بخصوص تحديد تسعيرت يعني كل بروتاكت لا هم يقولون لك ذاع يعني ثمنا عاما مثلا 40 دولار وهم يفصلونه على حسب البروداكت مثلا التيشرت يضعون له 10 مثلا على سبيل المثال وهكذا يعني ليس هناك تحديد ليس هناك شفافية في الموضوع المنصة الثانية وهي منصة كورتي طبعا هذه المنصة تشتغل أساسا في أوروبا تحديدا يعني تعمل على السوق الأوروبية يعني سوء فرنسا إسبانيا أيضا ألمانيا إلى آخره طبعا هذه المنصة فيها تقييمات إيجابية جدا يعني يمكنكم أن تلاحظوا أن أكثر من 83% أقاموا بترك خمسة نجمات باستثناء 4% أقاموا بوضع نجمة واحدة حتى التقييمات سوف تجدونها كلها إيجابية لا يوجد هنا أي إشكال في هذه المنصة من ناحية كواليتي خدمة العمالة عندهم جيدة المنتج بحد ذاته جودته جيدة الإشكالية هنا في هذه المنصة طبعا قمت أيضا بإنشاء في حساب وتجربتها أن هذه المنصة أصلا غير موجهة للفنانين بين القوسين أو الأشخاص الذين يريدون العمل في مجال لا هذه المنصة لديها مصمميها الخاصين يعني لدي المصممين التابعين لها يعني هم أنفسهم هم المصممين هم أصحاب الشركة هم الذين يقومون بالتوصيل وفوفلمنت وغير ذلك فبالتالي صحيح يوجد خيار لو قمنا بالنزول إلى الأسفل سوف نجد هناك option اسمه submit your design طبعا أنت تعتقد أنك يمكنك إنشاء حساب وبدأ البايع مثل ما كنا نقوم في ريد بابا مثلا إلى آخره لكن الإشكالية هنا لا طبعا لا فهنا بكل بساطة كل ما في الأمر أنهم يقومون أو أنت تقوم بإنجاز ديزان خاص بك أنت وتقوم بشرائه أنت ليس لكي تبيعه للناس الآخرين فبالتالي هذه المنصة كذلك بالرغم أنها حاليا يعني كما قلت لديها شعبية كبيرة جدا بل هي تراند حاليا الكل يشتري منها ولكن صراحة لا يوجد فيها طريقة يعني ليست أصلا منصة للعمل إذن الذي تبقى والذي أنصحكم بالاشتغال عليه بشدة وهو تي بابليك تي بابليك الآن كما ترى مع هنا في ترس بيلوت يعني حطما الرقم القياسي يعني أنظر معي 77% من 5 ستار أنظر مع التقييمات هنا 4.5 كانت في السابق 4.6 يعني تقريبا يعني تقريبا 100% يعني تقريبا 95% إذن الرقم كبير جدا حتى التعليقات إيجابية كلها حتى الكواليتي جيدة جدا خاصة بالمنتجات حتى سيرفيس جيد جدا يعني ما بعد البيع والتتبع وإلى آخره يعني الأمر يعني تي بابليك يعني قام بتحسين من نفسه كثيرا طبعا هذا لم يكن لو عدنا فقط سنة إلى الوراء هذا لم يكن تخيل ما في شهر يعني نوفمبر كان عدد زيارات شهرية 9.41 مباشرة في ديسمبر انتقلت إلى 11.73 مليون يعني يعني هناك تحسن كبير جدا في الزيارات أمر عادي في شهر ديسمبر دائما تكون هناك الزيارة مرتفعة ولكن أعتقد أن هناك أشياء أخرى في الخفاء يعني تي بابليك يعني أيضا قامت بتطبيق أو بعمل حملة قامت بقفلة عديد من المتاجر فبالتالي تم تحسين يعني يعني نافيغيشن في المنصة نفسها يعني الترافيك الذي يأتي مستهدف ويعرف أين يأتي أو كيف يأتي أو من أين يشتري وكيف يشتري والثقة أصلا الموجودة إلى آخره تمام إذن أنا نصيحتي لكم حاليا أرى أنه أفضل منصة للعمل هي تي بابليك لماذا؟ لأنها أولا جودة عالية عفوا جودة منتجات عالية ثم أيضا لديهم خدمة عملاء جيدة ثم أيضا ليس فيها مشاكل وتعقيدات يعني لا يتم قفل الحسابات كذا بدون أي يعني مبرر لا أبدا في التي بابليك يمكنك الاشتغال والعمل بشكل هادي الإشكالية الآن دعونا نتكلم عن نقاط السربية صراحة في التي بابليك الأمر المحبط أنه لا يوجد عندنا طرق لمعرفة يعني الأشياء التي تباع مثل الموجودة في أمازون أو حتى في ريد بابل لأن ريد بابل نفسه تعطينا بعض الإمكانيات البسيطة لمعرفة التريندات إلى آخره أما هنا في التي بابليك فالأمر نوعا ما البدائي فمثلا لو ذهبنا إلى هنا سوف نجد طبعا تريند سيرج لكي تعرفوا بالضبط عن ماذا سوف تشتغلون مثلا كات ديترواليينز طبعا هنا غالبا سوف تكون هنا ككوبيرايت فبالتالي قوموا بالانتباه جيدا للمسألة هذه الطريقة الأولى يعني عن طريق التريندات ثانيا أيضا عن طريق البراوز تذهب إلى هنا براوز ثم بالذلك تقوم باختيار انظر معي هنا عندنا هذه القائمة خاصة بالديزاين والديزاينر إذن عندنا الديزاين هنا براوز أول ديزاين لكي تعرفوا جميع الديزاينات التي تم إنشاؤها من الأول إلى الأخير ثم عندنا نيوتي أونسيل طبعا هنا خاص فقط بنوع التيشيرتات الحالية التي نشرت حاليا ثم بعد ذلك فيتور الديزاين يعني أبرز المتصممين لكي تأخذ منهم أفكار وتتجسسوا على متجاريهم ثم عندنا نيويست ديزاينر طبعا هنا الجدد الحسابات أو البروفيلات الجديدة التي تم إنشاؤها أيضا يمكننا استعمال البروز لأخذ أفكار وفي نفس الوقت بما أن إذا كان هناك تريند في أمازون أو في ريد بابل فحتما سيكون كذلك في التيبوبلك إذن أيضا نبحث في ريد بابل يعني نذهب إلى ريد بابل ثم بعد ذلك نتجسس من خلال التريندات هنا أو بكل بساطة نستعمل هذه الأدات هذه الأدات الغنية يعني التعريف طبعا بابل سبايدر طبعا تواطين مجموعة من التريندات التي يمكننا التجسس من خلالها يعني يمكن ربط الأمور يعني مثلا هذه الأشياء التي تباع في أمازون كذلك حتما سوف تباع في التيبوبلك يعني تريند تريند بغض النظر عن المنصة هنا على سبيل المثال لو قمنا بالذهاب طبعا عندنا يعني يمكننا الاشتغال مثلا على أو يمكننا الاشتغال على التيشرت الخاصة بالبالغين لا يوجد أي إشكال إذن دعونا ندخل إلى التيشرت مثلا الخاص بالأدوت كي أوريكم بالضبط كيفية الاشتغال طبعا هنا انظر معي شوب باي كاتيجوري عندنا فوني آنيم آنيمالز فانتازي سيونس فيكشن تيلي فيجين موفي سبورت إلى آخره إذن هنا هذا بحد ذاته سوف أعطيكم فكرة عن كيفية الاشتغال فمثلا أنا سوف أولا يجب أن تعرف أن هذا الترتيب ليس عشوائي هذا الترتيب من الأفضل إلى الأسوأ إذن أفضل التيشرتات التي تباع هي التي تكون فوني ثم بعد ذلك آنيم ثم بعد ذلك آنيمالز إلى آخره دعونا ندخل إلى فوني مثلا بعد ذلك انظر معي ماذا سوف يعطيني هنا سوف يعطيني مجموعة من الكلمات المفتاحية المستهدفة أيضا هذه الكلمات المفتاحية ليست بترتيب عشوائي لا هنا من الأفضل إلى الأسوأ أفنسيف بوب كولتشر ساركازم فاني آنيمالز إلى آخره إذن هنا دعونا نخصص البحث أكثر دعونا نختار بعد ذلك انظر معي طبعا كما ترى معي هنا لا يوجد يعني كم عدد التصاميم يعني في المكومبيتيشن كما ترى معي لا يوجد ولكن يبدو أنه يمكن عمل يعني عملية حسابية لمعرفة الأمر طبعا الأمر يعني أخذ وقت وغير محفز المهم كل ما في الأدوات المتوفرة عندي الآن هي فقط آدتين يعني إما أظهر النتائج حسب ما تم نشره مؤخرا إلى الأحدث عفوا من الأحدث إلى الأقدم يعني أو بكل بساطة popular يعني الأكثر طلبا والأكثر مبيعا إذن بايد ديفورت سوف تكون popular أعتقد دعونا نشر popular اللي نرى تمام نفس الشيء إذن هي بايد ديفورت تكون popular إذن من المفترض أن هذا أن هذا التيشرت انظر معي يعني يباع بكثرة يعني هذا هو الأكثر مبيعا في يعني القسم الخاص ب بوب كيتشر تمام إذن دعونا فقط نقوم بالبحث عنه كوبي ثم نذهب إلى ريد بابل إذن أنظر معي نفسه نفس الدزاين تقريبا نفسه نفس هذا الدزاين على ما يبدو أنه فعلا يعني شيء معروف إذن بهذا الشكل نعمل يعني بهذه الطريقة بما في الريزولت فكما ترى معي 467 وعرفيا تعتبر جيدة جدا للمنافسة هذا التفضر ريان أعتقد لا المهم أتمنى أن تكون الفكرة واضحة بالنسبة لكم إشكالية تي بابليك أنه ليس فيه أدوات كثيرة للبحث لا يساعدون في عمل الريسيرش ولكن بطريقة ذكية يمكنكم استخراج الكثير من الأفكار التي يمكنكم الاشتغال عليه وتحقيق منها مبالغ محترمة وطبعا هناك أشخاص كثوري يشعرون في تي بابليك ويعرفون هذا الأمر جيدا شكرا لكم على المشاهدة أتمنى لكم جميعنا التوفيق وإلى حلقة قادمة إن شاء الله